وأنهم خشب مصندة أولم يروا أن الله الذي خلفهم هو أشد منهم قوة فستذكرون ما أقول لكم وأفوذ أمري إلى الله وأفوذ أمري إلى الله وإذ تصبروا وتتقوا لا يمركم كيدهم شيئا إن الله بما أملهم تعيث ثم ردنا لكم الكرب عليهم وأمددناكم بأخار وبنين وجعلناهم أكثر نسيرا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أليهم فكفأ اليهم عنكم يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم هل من آمن غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو عسى ربكم أيهم لك عدوكم عسى الله أن يقفأ عسى الله أن يقفأ ومكروا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا أولئك هو يبور فإنه لا تعمل أمسار ولكن تعمل قلوب الذي في صدور سيهزم الجمع واليوم الدبر فأخذناهم أخطعتهم مؤتدر ما يرين الله ليجعل عليكم بالحرص ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمة عليكم ذلك تخفيكم من ربكم ورحمه الآن خفف الله عنكم وعلم أن نفركم ضعفا يريد الله بكم الغسر ولا يريد بكم الغسر قل إنه لا الله هو الهدى يهتم كفلين من رحمته ويجعل لكم دورا تمشون به أعداؤنا لن يسر إلا من نفس ورأة واطدا لا قدرة لهم على إيصال ورسوا إلينا بحال من الأعوال يا حمام يا منان يا واسع الغفران يغفر الله يا رحمنا وتبعى لينا يا جواب وما لهم من ناصرين وذلك جزاء الطالبين عليهم دائرة السوء تأمر الله عليهم أولئك في الأملين فما التطاعوا من قيام وما كانوا متصرين إن الله لا يسلم عمل المسجدين وأن الله لا يهديك للخائنين فأيضنا الذين آمنوا على عدوهم فأسهمهم الغفرين إن الله يداعي عن الذين آمنوا يسعى دورهم بين أيديهم وبأيمانهم الله حبيب عليهم طوبى لهم وحسن مآب وهم من فزع يوميب آمنون أولئك لهم الأمن وهم مهجدون أولئك الذين أهل الله فبهناهم اقتنه فلا تعلم نفس ما أقفى لهم من قرة آيون إنا أخلصنا لهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا من المصطفين الأخير وجعلنا له لساة شب العليا ولقد اخترناهما لا علم على العالمين وججبيناهم وغديناهم إلى صراط مستقيم وآويناهما إلى أول ذات قرار ومعين وإن جهدنا لهم الغالبون فانقربوا بلعمة من الله وفضل الله ينسفهم سوء إلا قيلا سلاما سلاما ولن قرب إلى أهله نسوكا أعدامنا لن يسلوا إلينا بالنفس ولا بالوافطة لا قدرة له على إيصان السوء إلينا بحال من الأعوال يا عنان يا منان يا واسع الغطرون اغفرنا وارعنا واجب علينا يا دواب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق ومزقناهم كل ممزق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتمين لهم أنه الحق فاستمسك من الذي يحضي إليك إنك على المرحيم مستقيم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون من الممترين فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه له دوا رحمة للمؤمنين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب تلك آية الله نتوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزلوا بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وكفى بالله ربيلا وكفى بالله نشيرا وكان الله على كل شيء مطيتا قل لو كان المعر ملالا لكلمات ربي لنفن المحر قبل أن تنفذك لما تربي ولو جئنا بمثير مدى أعناؤنا لا يسلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا هدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأخوة فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا وجعلنا بمالك موعدا واجعلنا بمالك موعدا واجعلنا بمالك موعدا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد صاحر ولا يفلح الساحر حيث أدا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى إن هؤلاء تنظروا معهم فيه وباطل ما كانوا يعملون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو ياقلون إنهم إلا كالنعاب بل هؤلاء سبيلا أولئك هم الخافلون كذلك يضعون على قلوب الذين لا يعملون أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إيساء السوء إلينا بحال من الأحوال ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون والله أعطتهم بما غسبوا هم الذي أيدهم نصره وللمؤمنين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأحسرين إن ربي على صراط مستقيم والله من وراءه معيط بل هو قرآن مجيد في لوحي محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أعد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلاق من شر ما خلق ومن شر غاسق الهدى وقبل ومن شر نفاة بالرغب ومن شر حاسق الهدى وقبل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلهي الناس من شر رسوة الخناس الذي يسوس في شدور الناس من الجنة والنا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا من كل سوء اللهم إنا نسألك أن تحفظ رؤسائنا من كل سوء اللهم احفظ وطننا وأدم عزه واستقراره واحفظ شعبه وحكامه اللهم احفظنا واحفظ الوطن آمنا مستقرا واحفظ ولاة أمره وعلمائه الصالحين من أهله واقفنا وبلادنا وولاة أمرنا وعلمائنا شر الأشرار واحفظ للخونة الفجر واجمع كلمتنا على الحق والعز يا رب العالمين ربنا نستودعك بلادنا وأهلها وأمنها وأمانها اللهم نسألك أن تحفظ أرضها وسمائها وليلها ونهارها وأن تحفظها من كل ظالم يريد السوء بها لرحمتك يا أرحم الراعين اللهم احفظها رئيسنا تنزاني ماما سمية صلوه حسن من كل شر وسحر وحقد وخيانة إنك على كل شيء قدير واحفظ رئيسنا حسن ألي حسنوين من كل شر وحقد وحساد وكل ماكر وكل مكروه إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا ولجميل مسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم جنب وطنين تنزاني وزنجبار خاص الفتن ما ظهر منه وما بطن اللهم كما غسلت البلاد بالمطر أغسل قلوب الحاقدين على هذا الوطن وأغلقهم بطوفان من عندك تريح به البلاد والعباد لرحمتك يا رب احفظ بلادنا من كل سوء على كل شيء قدير اللهم اجعل هذا الدعاء من المقبولين ولا تجعله من المردولين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين برحمتك يا أرحم الرحمن وصلى الله عليه سينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفاضله سبحان ربك رب العزة عما يسكون والسلام على المرسلين والحمد لله